مساء الخير يلتقي منتخب الشباب لكرة القدم نظيره الإماراتي يوم غد الاثنين في مباراة ودية تقام في دبي ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب في الإمارات استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تنطلق في إيران يوم الرابع من الشهر المقبل ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الأربعاء المقبل ضمن المعسكر نفسه الذي يهدف من خلاله المدير الفني أحمد عبد القادر إلى الوصول لدرجة الجاهزية قبل التوجه للمشاركة في التصفيات وشهدت تدريبات عودة اللاعب محمد بن عطية تدريجيا بعد فترة تأهيل لمدة عشرة أيام وذلك عقب تعرضه لإصابة في التدريبات أدت إلى غيابه ثلاثة أسابيع خطف اللاعب الإنجليزي جيمي ألسون لقب بطولة آيلة الأردن للغولف التي اختتمت أمس السبت في العقبة بمشاركة واسعة من نجوم عالميين وعرب تفاصيل أوفى بالتقرير التالي وسط أجواء مثالية ومميزة استضافت العقبة ثغر الأردن الباسم بطولة الميناتور للغولف في واحة أيلة التي تحتضن أحد أجمل ملاعب الغولف في العالم ليكون المشهد الجمالي موازي للإثارة والمنافسة في البطولة التي شارك فيها أكثر من خمسين لاعبا من العالم والتي حضيت برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وحضور العديد من الشخصيات الرسمية والرياضية وعلى مدار يومين تنافس نجوم اللعب على اللقب وسط منافسة شديدة بين الإنجليزي إلسون ومواطنه لوك جوي ليحسم اللقب في الجولة الأخيرة لمصلحة إلسون بدوره احتل الإنجليزي الآخر جوهيراتي المركز الثالث رفقة الثلاثي الإيطالي روكو سانجوست والسويدي هنريك ستورهيد الذي كان يتصدر الترتيب اليوم الأول إضافة إلى الأسكتلندي روبرت ماكنتاير وعلى صعيد نجومنا فقد قدم نجم المنتخب الوطني شيرجو الكوردي أداء مميزا حيث أنهى جميع الحفر بـ 73 ضربة لينجح في تصدر قائمة اللاعبين العرب برصيد 13 ضربة فوق المعدل جنبا إلى جنب مع السعودي عثمان الملة في محل الإماراتي أحمد سكيك في المرتبة الثالثة عربيا وفي نهاية المنافسات توجه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدي مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى نحن دائما بالأردن نحب التحدي وإن شاء الله نكون دائما قد التحدي ففريق العمل في نادي أيلة للغولف وفي شركة واحدة أيلة للتطوير من جميعهم سواء الفنيين أو المزارعين أو المنظمين قاموا بدوره كثير جيد وكان تعاون رائع جدا مع المينة تور لتقطية هذا الحدث وكان الدعم أيضا من الجهات الداعمة التي آمنت بأن هذه هي لعبة تستحق الدعم وأن هذه بطولة تستحق الدعم كون مغطيين ليس فقط في الأردن بل مغطيين أحدا في المنطقة وعالميا كما هي لعبة القولف يعني ما فيش إشي من قدر نحكي أكثر من إشياء إيجابية عن المشاركة هاي أو بهذه البطولة بطولة كانت منظمة جدا لازم نشكر كل اللي كانوا عم بابنوا بهذه البطولة وعم بيشتغلوا عليها للأشهر الماضية بصراحة هي مثال لكل الرياضات بأنه نقتدي بهذا المثل لتنظيم البطولات إذن أي لا تنجح مرة جديدة في استضافة بطولة عالمية على ملعب بات لوحة فنية رائعة لرواد القولف في المنطقة تقام في هذه الأثناء المواجهة الهامة التي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره الكونغولي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم المقبلة والتي يتطلع فيها المنتخب المصري إلى النقاط الثلاث للوصول إلى مونديال روسيا رسميا الشارع الرياضي الأردني يتابع اللقاء الحاسم للمنتخب المصري وينضم إلينا مراسلنا محمد حسيبة من أحد التجمعات في العاصمة عمان مسائل خير محمد ضعنا في الأجواء لديك كان آخر تأهل للمصريين عن طريق المدرب الراحل محمود الجوهري اليوم مصر مع الكونغو تحتاج إلى ثلاث نقاط فقط حتى تصل إلى مونديال روسيا 2018 حلم كبير العاصمة الأردنية عمان تعيش هذا الحلم من خلال عشق الجمهير المصرية الأردنية عفواً للكرة المصرية ومتابعتها للأنديا المصرية والمنتخبات المصرية لا زالت النتيجة حتى الآن بدون أهداف تعادل بانتظار الفرحة العربية بالتأكيد هذا الامبراء تحظى بمتابعة أيضاً للجالية المصرية هنا في عمان وللجمهير الأردنية طبعاً للحديث عن هذه التجمع ومتابعة المنتخب المصري ينضم إلينا كبير مشجعين المنتخبات الوطنية أنور أبو الكاس اليوم المنتخب المصري في مهمة عربية في مهمة قومية البحث عن الوصول إلى المونديال بعد غياب 28 عام ماذا تقول عاماً؟ أستاذ محمد منقول إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب العرب يعني اليوم المنتخب المصري مش منتخب مصري منتخب العرب يعني الدول العربية كلها اليوم قلباً وقالباً وإحنا منقول يعني إحنا عنا مقولة بالأردن منقول من زمان من زمان الأردن ومصر إخوان إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب المصري المنتخب اللي راح يكون مع المنتخب التونسي والمنتخب السعودي في كأس العالم كل التمنيات منتخبات عربية كنا نتمنى أنه منتخبنا يكون هاي اللعبة يعني تكون لمنتخب الأردني بس قدر الله ما شاء فعل وإن شاء الله بالأيام القادمة منتخبنا يكون له بصمة في كأس العالم نتمنى إحنا الشارع الرياضي الأردني أنه نكون لمنتخبنا في كأس العالم منقول يا رب منتخبنا يكون في كأس العالم منقول بردعيد منقول الأردن ومصر إخوان وإن شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر واليوم راح للإحتفالات زي ما انت شايف اليوم في مقهة قرطبة اليوم راح تكون الاحتفالات ان شاء الله بكل شوارع عمان حتى نحتفل احنا في المنتخب المصري وزي ما انت عارف اخ محمد احنا كرابط مشجعين اننا علاقة مع الاخواننا المصرية من الصباح احنا احنا وياهم علاء يعني اتصالات وان شاء الله انا واخوي خالد الزرقاو المتواجد معي الان ان شاء الله انه راح نكون نعمل شغلي للاخواننا المصريين لانه احنا متفقين بعد المباراة هاي راح نطلع مع مجالي المصرية حتى نقدم صورة مشرفة عن الجمهير الاردنية اللي احنا دائما وابدا معروف عنا انه احنا مع كل الدول العربية مصر تونس المغرب الاردن الكل العالم وراح نكون مع المنتخب المصري وشكرا اخي محمد بالتأكيد وطبعا يعني خلينا كمان ناخد اخواننا المصريين المتواجدين هنا في عمان معنا احد ابناء جالي المصريين في عمان شريف اليوم منتخب مصر على بعد خطوات من كأس العالم عصابك وطوقعاتكو هاي نتو ان شاء الله منتخب مصري يحقق الفوز ونسعد كأس العالم بعد 28 سنة ان شاء الله يكون وش الشعب الاردني علينا حلوة وان شاء الله نسعد وكون نتمنى الشعب الاردني منتخب الاردني يكون معنا في التصفيات ويسعد معنا ان شاء الله بإذن الله كأس العالم وبنتمنى السعود لجميع الفرق العربية ان شاء الله بتابع الامبراه هنا من عمان كيف الاجواء؟ لا الاجواء هنا حاسس بفعلا ان انا في مصر بكتير الشعب الاردني شعب محترم شعب راكي شعبي بيقدر الشعب المصري وبيشجع منتخب مصر من كل قلبه وبيتمنى فوز منتخب مصر فعلا وصعود ولكس العالم ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك طبعا نديم هذه هي الاجواء هنا من احد مقاهي العاصمة عمان نتمنى التوفيق للمنتخب المصري ولكافة المنتخبات العربية ان شاء الله بالتصفيات الافريقية منتخب تونس والمغرب طبعا لك الكلمة نديم هذه هي الاجواء هنا من عمان شكرا لك محمد كنتا معنا من احد التجمعات في عمان اشتركوا في القناة